وللحديث انضم لنا في الستوديو علي الجنفذي أحد المهتمين بالأثار مرحبا بك معنا أستاذ علي أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك نعم هناك قطع معروضة للبيع ترتبط طبعا بشكل وثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد لابد أن هناك طرق قانونية لاستعادتها أستاذ علي ما هي الطرق القانونية هذه؟ بالنسبة للأثار اليمنية وهي ما قبل البلاد وما بعده وما الفترة الإسلامية وبعدها كذلك إلى الدولة اليمنية وإلى الدولات اليمنية كلها آثار خاصة بالإنسان اليمنى وخاصة بإرد حضارة إنسانية عام بشكل عام عملية العباث من قبل تأتي الحروف فقط عنها لتزيد فوق العباث عبتان وفسادان كذلك في عملية تهريب الآثار اليمنية للخارج بشكل منهج عبر سماسر المحليين ومتعاونينهم أيضا ندخل ضمن طائلة تجار الحروب والمستفيدين من الحروب لكن هل لديه الهيئة والدولة الهيئة الاملية للإسم الأثار والمتاحف قدرة وإمكانيات وطاقة لمتابعة الحفاظ والحماية للآثار هل لديه الإمكانية القوية؟ إمكانياتها أيضا لا تسمح بأعملية حصر جميع الآثار المفقودة برها وهي ما يقدر بمليون قطعة أثرية خارج هذه الآثار تباع برها بشكل رسمي وقانوني لأنها لا يوجد حقوق ملكية حقيقية متبتة لدى الدولة اليمنية باستعادة آثارها طبعا عبر وزارة الخارجية وعبر الآخرين يتم وقف مثل هذه الحالات لكن في آثار أيضا محقوزة في باريس في آثار موجودة عند تجار محبين لاقتناء الآثار كيف الوصول لهذه الآثار؟ ومن خلال أي وسائل أيضا الآثار اليمنية في الداخل وهي معرضة للسرقة المنهجة والتهريب وعملية كيف المتابعة بالنسبة لها الخاصة وأن أغلبها موجود في قيعان وصحاري مفتوحة تحتاج إلى إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية وشرطة لحماية هذه الآثار نعم أستاذ علي يمنيون مقيمون في أوروبا تداولوا صور على نطق واسع لقطع أثرية معرضة للبيع في مزادة أوروبيا بما فيها قطعة تظهر امرأة من حضارة سبا تعود القرن الثالث قبل الميلاد عرضة البيع في مزاد أين دور السفارة والحكومة في ذلك؟ البعض يقول أن هذه عرضت بشكل رسمي وقانوني لأن الطرف الآخر ما عندهش المستندات الحقيقة اللي يثبت ملكيتي لهذه القطعة أو يستطيع أن يستري هذه القطعة ويعود بها إلى دولتها الدولة المصرية وهي دولة في أمن وأمان واسترهاء كامل يعني واستقرار مع ذلك تعاني من عملية تهريب الآثار لكن لديها قنواتها ومؤسساتها التي تبحث من خلالها مع الآخرين وتثبت حقيتها وتطالب باستعادتها إلى دولتها ولا حصل كثير معها لكن نحن الآن في حالة الحرب وفي حالة عدم وجود الإمكانية الحقيقية وأنا أعرف الهيئة العملة الآثار ورئيس الهيئة والطاقة من المعاه لديهم وعي ولديهم همة وقدرة لكن تمنعهم والإمكانيات المتاحة التي تجعلهم تتابع وتحريز الآثار الخاصة في المناطق المفتوحة والفضاءات المفتوحة نعم أستاذ علي عادة ما تتم المزادات وفق مرجعيات قانوني يصعب معها استرجاع أي قطعة إلا بالشراء أو إثبات ملكية اليمن لهذه القطعة بذاتها هل هناك قوانين تضمن إعادة ما تم بيعه؟ في قوانين وبالتالي علينا العودة لاتفاقات الأهيئة عن طريقها وعن طريق اليونسكو وعن طريق التعامل وقد أعتقد أنه قد وعد اليونسكو بالتعاون في هذا الجانب وإيجاد إدارة خاصة لحماية الآثار في الظروف التي تكون تحت طائرة الإطال الحربي أو في المناطق المعرضة للحروب التي يستخدمها الطرف الآخر كمتارس ويستخدمها أيضا الطرف الآخر أيضا كعملية ترويج له وضغط على الطرف المقابل أستاذ علي الجنفذي أحد المهتمين بالأثار أفتنا بما قدمته لنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم